نتناول الآن الأثر النهائي لقيود التسويات على ورقة العمل وقد أوضحنا سابقا أن ورقة العمل هي عبارة عن كشف يستخدمه المحاسب بغرض المساعدة في إعداد قيود التسويات في نهاية الفترة ومن ثم يقوم بعمل ميزان مراجعة جديد بعد هذه التسويات بناء عليه يستخدم هذا الميزان في إعداد قائمة الدخل وبالتالي أيضا إعداد قائمة المركز المالي إذن في هذه الحالة فإن ورقة العمل تكون عبارة عن مجموعة من الأعمدة تبدأ هذه الأعمدة بعمود خاص باسم الحساب ثم عمود خاص بميزان المراجعة الذي يتم إعداده عاقب ترصيد الحسابات ثم بعد ذلك نحتاج إلى عمود آخر لقيود التسويات ثم بعد ذلك نقوم بعمل ميزان مراجعة بعد التسويات ثم عمودين أحدهم لقائمة الدخل والآخر لقائمة المركز المالي إذن يكون لدينا ستة أعمدة نقوم بتقسيم كل عمود منهم ميزان المراجعة ينقسم إلى مدين ودائن أرصده مدينة وأرصده دائنة بينما أنه في قيود التسويات يكون منه وله أو مدين ودائن ميزان المراجعة بعد التسويات هتكون فيه أرصده مدينة وأرصده دائنة قائمة الدخل يكون فيها مصرفات وإيرادات أما قائمة المركز المالي فهيكون فيها أصول وخصوم وحقوق ملكية بناء على ذلك فإن ورقة العمل زادت عن ورقة العمل التي تم توضحها في فصل سابق حيث لم نتناول سابقا التسويات ورقة العمل بعد التسويات ظهر فيها عمود خاص بالتسويات ومن ثم عمود آخر خاص بميزان المراجعة بعد التسويات يظهر فيها ورقة العمل الحسابات التي ظهرت في ميزان المراجعة ثم أسماء الحسابات التي تنشأ نتيجة التسويات ونرى ذلك باستخدام بيانات منشأة عبدالله منشأة عبدالله قامت بمجموعة من العمليات تم الاعتماد عليها في توضيح كل قيود التسويات فكان لدينا مبلغ عن الإيجار السنوي مبلغ 72 ألف مدفوع يوم واحد تسعة وهو يخص سنة والسنة المالية للمنشأة تنتهي في تلاتين اتناشر أي أنه كان هناك إيجار مقدم في واحد اتنين قامت المنشأة بشراء مهمات مكتبية وفي نهاية العام تبين أن جزء منها لم يستخدم قدره تلاتة وميتين لدينا أيضا أن الأجور الشهرية كانت تسعة آلاف بينما أن الأجور المدفوعة فعلا كانت ميت ألف وهي أقل من المبلغ السنوي أيضا قامت المنشأة بتأجير جزء من مبانيها للغير مقابل إيجار شهري قدره ألفين إلا أنها يوم واحد عشرة قبضت مبلغ اتناشر ألف تمثل إيجار عن ستة أشهر مقدما كذلك نتذكر أن المنشأة قامت بتأديات عمليات دعاية وإعلان وحصلت نقدا خلال العام ٢٥٤ إلا أنه في نهاية العام تبين أن هناك إرادات أخرى قدرها عشرة آلاف لم تحصل بعد نتذكر هذه العمليات ونقوم بتصطير ورقة العمل لدينا عمود خاص باسم الحساب ثم بعد ذلك عمود خاص بميزان المراجعة قبل التسويات ينقسم إلى مدين ودائن أو أرصد مدينة أو أرصد دائنة ثم عمود للتسويات مدين ودائن ثم ميزان المراجعة بعد التسويات أيضا مدين ودائن بعد ذلك حساب الأرباح والخسار أو قائمة الداخل منه مصروف وإراد وفي النهاية الميزانية أو قائمة المركز المالي التي تظهر بها أصول والخصوم حقوق الملكية العناصر التي كانت معنا طبقا لما تم تناوله في هذا المثال سابقا فإن الإيجار المقدم سجل على أنه أصل منذ البداية فظهر تحت اسم الإيجار المقدم بالمبلغ بالكامل 72 ألف الأدوات والمهمات المكتبية التي تم شراءها كانت بـ 8000 الرواتب التي دفعت فعلا كانت 100 ألف إراد الإيجارات المحصل مقدما كان 12 ألف وكان لدينا إراد دعاية وإعلان حص لخلال العام بـ 254 نتذكر معا أن مصروف الإيجار هذا الذي تم دفعه دفعه وكان لا يخص السنة بالكامل وإنما ما كان يخص السنة فقط كان منها مبلغ قدره 24 ألف إذن لكي نقوم بقيد التسوية نأتي في القائمة بعدما تنتهي الحسابات التي كانت في ميزان المراجعة قبل التسوية ونبدأ بكتابة الحسابات الجديدة لدينا حساب اسمه مصروف الأجور غير موجود ومصروف الإيجار هو غير موجود نظهره لأننا ننشئه من جديد والمصروف ينشأ مدين في عمود المدين في التسويات مبلغ 24 ألف الطرف الآخر للقيد هو الإيجار المقدم يظهر في الجانب الدائن منه 24 ألف يترتب على هذا القيد أن الإيجار المقدم كان أصلاً بمتئداء عبارة عن أصل هذا الأصل كان بـ 72 مدين أصبح دائناً أي تم تخفيضه فيصبح رصيده الجديد كأصل بعد التسويات بـ 48 ألف ويظهر ضمن الميزانية ضمن الأصول بـ 48 ألف كذلك فإن مصروف الإيجار لم يكن موجوداً قبل التسويات وترتب على التسويات ظهوره برصيد مدين قدره 24 ألف هذه الأربعة وعشرين ألف تمثل مصروف يظهر ضمن المصروفات في حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل بعد ذلك فإن الأدوات والمهمات المكتبية تبين أن منها 3200 لم تستخدم في نهاية العام إذن الجزء الذي استخدم يمثل 4800 الأدوات والمهمات المكتبية أيضاً سجلت عند شراءها على أنها أصل ونحن الآن نريد إظهار مصروف الأدوات والمهمات المكتبية نريد إظهاره بالمبلغ المستخدم خلال السنة فيظهر المصروف مدين بمبلغ 4800 ريال يظهر الأدوات والمهمات المكتبية نريد تخفضها بهذا المبلغ المستخدم ب4800 في الجانب الدائن يترتب على هذا القيد أن الأدوات والمهمات المكتبية بعدما أن كانت 8000 تم تخفضها ب4800 فيصبح رصيدها مدينة الرصيد الجديد ب3200 وهو ده رصيد الأصل الجديد والذي يظهر ضمن الأصول في الميزانية بمبلغ 3200 ظهر لدينا مصروف جديد هو مصروف الأدوات والمهمات المكتبية وبعد هذا القيد يصبح رصيده 4800 مدينة لأنه مصروف ومن ثم يظهر ضمن المصروفات في حساب الأرباح والخسائر ب4800 العنصر الثالث كان الرواتب وهي مسجلة على أنها مصروف بمبلغ 100 إلا أنها لم تكن هي المبلغ الذي يخص السنة ولكن كان هناك رواتب مستحقة نظهر حساب جديد اسمه رواتب مستحقة قدره 8000 على المنشأة أي أنه يمثل التزام إذن لكي يتم إجراء القيد نحن نريد زيادة الرواتب والرواتب ب100 مدين لأنها مصروف ولزيادتها نجعلها أيضا مدين ب8000 إذن الطرف المدين في هذا القيد هو 8000 والطرف الدائن هو الرواتب المستحقة ب8000 يترتب على هذا القيد أن الرواتب التي كانت ب100 ألف أضيف إليها 8 فيصبح رصيدها الجديد كمصروف مدين ب108 ألف وهذا المصروف يظهر في حساب الأرباح والخسائر ضمن المصروفات ب108 ألف وكذلك ظهر خصم جديد هو الرواتب المستحقة ب8000 يظهر له رصيد بعد عمل التسويات الجردية دائن ب8000 يظهر ضمن الخصوم في الميزانية بمبلغ 8000 بعد ذلك البند الذي بعد ذلك هو إراد الإجارات المحصل مقدما تم تسجيله على أنه خصم عند تحصيل المبلغ أو عند تحصيل مبلغ الإراد مبلغ الإراد هذا حصل عن 6 أشهر ولكن ما كان يخص العام فقط هو 3 أشهر أي نصف هذا المبلغ حيث أن الإراد الذي سجلك خصم رصيده دائن فنحن نريد تخفيضه ونريد إظهار إراد يسمى بإراد الإيجارات إراد الإيجارات لكي يظهر لابد أن يكون دائن الطرف المدين هو حساب إراد الإيجارات المحصل مقدما تم جعله مدينا لكي يتم تخفيضه ويكون إراد الإيجارات هو الدائن حتى يتم زيادته يترتب على هذا القيد أن يتم تخفيض الخصم المسمى بإراد إيجارات محصل مقدما 12 نائز 6 يتبقى فيه رصيدا دائنا قدره 6 ألاف تمثل رصيد الخصم الجديد وهذا الخصم يظهر ضمن الميزانية 6 ألاف ضمن الخصوم أما إراد الإيجارات فهو إراد جديد ظهر نتيجة التسوية وذا ظهر الإراد دائنا يكون له رصيد دائن ب6 ألاف والإرادات تظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر ب6 ألاف العنصر الأخير هو إراد الدعاية والإعلان والذي حصل خلال العام كان 254 إلا أن هناك كانت 10 ألاف إراد دعاية وإعلان مستحق لم يحصل بعد إذن نكتب البند الأخير إراد دعاية وإعلان مستحق قدره 10 ألاف وهو يمثل حق للمنشأة على الغير فيظهر هو في الطرف المدين وقدره 10 ألاف أما إراد الدعاية والإعلان فيجب زيادته فهو دائن ولكي يزيد يصبح أيضا دائن بمبلغ 10 ألاف يترتب على هذا القيد أن إراد الدعاية والإعلان لم يعد 254 وإنما أضيف إليه 10 فيصبح 264 ألف ويظهر الإراد ضمن حساب الأرباح والخسائر 264 ألف ضمن حساب الأرباح والخسائر ويظهر لدينا إراد دعاية وإعلان مستحق بعد التسويات برصيد مدين قدره 10 ألاف وهو يمثل أصل والأصول تظهر ضمن الميزانية مبلغ 10 ألاف ريال إذن نلاحظ أننا اعتمدنا في البداية على الأرصيدة التي ظهرت في ميزان المراجعة قبل التسويات وكانت هناك بعض الحسابات غير الموجودة في هذا الميزان ظهرت نتيجة إجراء عمليات التسويات نتيجة عمليات التسويات ظهرت حسابات جديدة كذلك تم تعديل أرصيدة بعض حسابات الأرضات والمصروفات لذلك واجب إعداد ميزان مراجعة بعد التسويات بالأرصيدة الجديدة ثم يتم توزيع هذه الأرصيدة إلى حساب الأرباح والخسائر إذا كانت مصروف أو إيراد ثم تكون ضمن الميزانية إذا كانت أصول أو خصوم أو حقوق ملكية